موسيقى اهلا المشاهدين نشرة خبرية الى العناوية دعما لقوات بيشمرغة كردستان ودورها البارس في ضرب الارهاب واشنطن تخصص مئتين وتسعين مليون دولار دهار ومؤسسة بارزان الخيرية توزع ثمانية ملايين دولار امريكي على الاطفال اليتم رئيس الوزراء العراقية العبادي ملتزمون بعدم التعامل بالدولار الامريكي وليس بالعقوبات الامريكية على ايران موسيقى الحكومة المركزية العراقية تنقل الصلاحيات الى حكومة نينوى المحلية موسيقى المنظمة العالمية لحقوق الانسان في فرانكفورت تقول ان الحجد الشعبي يعرقل دخول المنظمات الخيرية الى شنغال مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بكم الى تفاصيل النشر اقر مجلس النواب الامريكي وباكثرية الاصوات مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الامريكية والمعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني الامريكي لسنة الفين وتسعة عشر هذا وخصص المشروع مشروع القانون مبلغا يقدر بمائتين وتسعين مليون دولار امريكي لقوات بيشمرقة كردستان المزيد في هذا التقرير النجاحات التي حققتها قوات البيشمرقة في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي بشكل خاص ودفاعها عن ارض وحقوق شعب كردستان بكل مكوناته الدينية والمذهبية والقومية جعلتها قوة دات شهرة عالمية ومحل ثقة العالم اجمع خاصة بعد الانتصارات التي حققتها في حرب داعش مجلس النواب الامريكي وفي اخر دعم لهذه القوات اقرى باكثرية الاصوات مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الامريكية والمعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة الفين وتسعة عشر وقد خصص مشروع القانون مبلغا قدره ميتين وتسعين مليون دولار لقوات البيشمرقة من مجموع ثمانمائة وخمسين مليون دولار للجيش العراقي وبحسب قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة الفين وتسعة عشر فإنه سيتم توفير هذا المبلغ لقوات البيشمرغ للأسباب التالية القضاء نهائيا على عناصر تنظيم داعش وهو أمر مهم لتحقيق الاستقرار ونشر روح التسامح بين جميع العراقيين من جميع المذاهب والطوائف والقوميات فقوات البيشمرغ هي القوة التي أثبتت كل ذلك من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفي مسودة قانون الميزانية العسكرية الأمريكية قانون تفويض الدفاع الوطني ذكر الكونغرس اسم قوات بيشمرغة أقليم كردستان وبحسب مسودة القانون فإن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يرون أن قوات البيشمرغة تؤدي دورا كبيرا وملحوظا في حملة قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق بقيادة الولايات المتحدة وهي القوة الأكثر نجاحا وتطورا واثقة وأثبتت ذلك في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابية لذا جاءت في المسودة أنه من المهم استمرار تقديم المساعدة لوزارة البيشمرغة في إطار دعم الحكومة العراقية وذلك لمنع عودة داعش وحماية أمن المنطقة بشكل أكثر فاعلية من قبل قوات التحالف والقوات العراقية يشار إلى أن الولايات المتحدة خصصت 415 مليون دولار في ميزانية الدفاع العسكري لعام 2017 لقوات الفيشمرغة وكانت تمنح لأقليم كردستان بشكل مباشر وفي ميزانية عام 2018 تم تخصص 365 مليون دولار للبيشمرغة وقام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتدريب 26 ألف مقاتل من البيشمرغة منذ بداية الحرب على تنظيم داعش في عام 2014 هذا وأعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن مشروعها الذي يتضمن مؤخرا توزيع مساعدات مالية قدرها 8 ملايين دولار أمريكي على أكثر من 10 ألف طفل في إقليم كردستان المزيد حول هذا الموضوع في سياق هذا التقرير مؤسسة البارزاني الخيرية تلك المؤسسة التي أخذت على عاتقها تبني وتنفيذ الأفكار الجديدة في العمل الخيري فهي تسعى دائما إلى إفادة الأسر المتعففة والشرائح المستحقة عن طريق تقديمها حزما من المساعدات فقد أعلنت المؤسسة عن مشروعها الجديد الذي يتضمن توزيع مساعدات مالية قدرها 8 ملايين دولار على أكثر من 10 ألف طفل يتيم ممن فقدوا أباءهم في أقليم كردستان وفي هذا الصدد كشف رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد لوسائل الإعلام عن آلية توزيع المساعدات المالية التي خصصتها المؤسسة قائلا إن هذا المشروع بدأ منذ العام 2009 بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي موضحا بأنه لدى المؤسسة خططا لتوسيع هذا المشروع ففي عام 2011 عقدت المؤسسة اجتماعا موسعا مع الشركات التجارية لأقليم كردستان حضره رئيس الهيئة التأسيسية للمؤسسة مسرور بارزاني وحينها تعهد أصحاب الشركات بتقديم مبالغ مالية لمساعدة الأطفال الذين يشملهم هذا المشروع الخيرية وأضاف رئيس المؤسسة بأن عدد الأطفال الذين استفادوا من مشاريع مؤسسة البارزاني الخيرية والتي شاركت فيها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي والشركات التجارية في أقليم كردستان إلى جانب مشاركة كل من الهلال الأحمر الكويتي والمملكة العربية السعودية قد وصل إلى 21 ألف طفل مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين تم توزيع 37 مليار دينار عراقي على الأطفال اليتامة يشار إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية هي مؤسسة غير حكومية وغير سياسية وغير ربحية تأسست في العام 2005 في مدينة أربيل بأقليم كردستان تعمل المؤسسة على إيصال المساعدات للمعزين والنازحين واللاجئين وتهتم المؤسسة بالجانب التربوي بالأخاصة التعليم وتربية الأطفال وتوفير المستلزمات والاحتياجات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات ومدن أقليم كردستان وكان للمؤسسة الدور البارز في تقديم المساعدات للنازحين الذين وجدوا في أقليم كردستان خير ملاذ وخير عون لهم في شدتهم جرى اشتياح تنظيم الداعش الإرهابي لمختلف المدن العراقية والدول الجوار كذلك مشاهدين الكرام وحول هذا الموضوع ودور مؤسسة بارزاني الخيرية في الدعم الإنساني في المنطقة معنا الأستاذ ويس محمد عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية أهلا وسهلا بك ضيفا كريما علينا أستاذ ويس بداية أود أن أسألك بعد أن أشد على هذه الأعمال الإنسانية لمؤسسة بارزاني الخيرية من أين نبعت هذه الفكرة وتأسيس هكذا مؤسسة تخدم الإنسانية تتجاوز الحدود الإقليمية الحدود الدينية الفوارق الموجودة شكرا أستاذ محمد شكرا لقناتكم الكريمة شكرا لتاحت هذه الفرصة لنا لمؤسستنا حتى نلتقي بمشاهديكم الكرام في كل عنحاء العالم في كل العراق إن مؤسستنا مؤسست البرزاني الخيرية هي نابع من فكر مل مصطفى بارزاني ومسنت على مقولة له أنه شرف للإنسان أن يكون خادم لشعبه فخر للإنسان أن يكون خادم لشعبه طبعا هذا المقولة هي شعار مؤسستنا وفي نفس الوقت مؤسستنا مبنية على الأفكار الأخرى للبرزانيين بشكل عام والملة مصطفى البرزاني التي هي مبنية على أساس المساواة والتعايش السلمي وحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة هذه كل مبادئ أساسية تتجسد في مؤسستنا في الحقيقة خلال أعمالنا تأسست هذه المؤسسة في عام 2005 ومنذ تأسيسه باشرت المؤسسة في تقديم عمال خيرية في كل العراق وفي كل الدول المجاورة الإقليمية وكذلك أيضا لدينا نشاطات في خارج الدول الإقليمية مثلا لدينا في صربيا مشاركة في الحقيقة وكانت مشاركة جيدة ومشهود لنا من قبل المنظمات والمجتمع الدولي الأهداف لهذه المؤسسة بما أنها مؤسسة إنسانية تعنى بالإنسان أينما كان ما هي الأهداف التي تأسست لها بداية؟ والانطلاقة كانت لتهيئة أي أهداف ووضعها على الأرض الأهداف الحقيقية لمؤسستنا والأهداف هي الإيصال المساعدة لكل معوز أو محتاج أينما كان لأي سبب كان إذا كان احتياجها وفي أي مجال لهذا تلاحظ أن مؤسستنا تغطي كل الفئات التي تحتاج إلى مساعدة نحن لدينا 11 قطاعات نحن نعمل بها هذه القطاعات تشمل بشكل أو آخر تشمل كل الفئات التي تحتاج إلى عناية من النازحين واللاجئين وكذلك أصحاب العاقة والأطفال الأيتام والطلاب في الجامعات ولدينا مشاريع أخرى أيضا في المناطق السكنية سواء في تقديم الماء أو في تقديم الصرف الصحي ومشاريع أخرى متنوعة في الحقيقة نحن دؤوبين عليها من أهدافنا الأساسية إيصال المساعدة المنظمة هي خيرية إذن العمل هو طوعي وخيري لكن هل الحكومات ساهمت ودعمت عمل هذه المنظمة المؤسسة عذرا على التوصيف هل دعمتكم الحكومات؟ هل سهلت لكم الأمم المتحدة المنظمات الحكومات الموجودة في المنطقة؟ في الحقيقة المؤسستنا هي مؤسسة مثل ما حضرتك تفضلت هي مؤسسة خيرية غير ربحية وأسست في سبيل الإنسان وتعمل لمساعدة الإنسان وفي الحقيقة نحن لدينا تفاهمات ولدينا معاهدات مع كثير من الحكومات والمنظمات الدولية أريد أشير إلى هنا في الحقيقة إلى أن منظمتنا أو مؤسستنا هي عضو في الإيكوسوك والتي هو تابعة للأمم المتحدة وتأني بشؤون الاقتصادية والاجتماعية وهذا بصراحة لربما في المنطقة من المنظمات القليلة هي عضو في الإيكوسوك هذا على ماذا يدل؟ يدل على مدى كفاءة وتوسع أعمال مؤسستنا وعدم التفرقة بين كل أطياف وأنواع ومكونات المجتمع العراقي أو الإقليمي أن تكون عضو في إيكوسو هذا يعني أنك وصلت إلى الدولية والاعتراف الدولي بالأهداف الإنسانية لهذه المؤسسة مؤسسة بارزاني الخيرية في الإقليم كردستان دورها أريد أن تلخص لي شيئا نعم مؤسست بارزاني الخيرية في الحقيقة أنا أريد هنا أشرح قليلا عن المشروع الأيتام مشروع الأيتام مشروع كبير جدا هذا المشروع في الحقيقة أول اجتماع له كانت في عام 2009 مع الهلال الأحمر الإماراتي من خلال القنصلية الإماراتية الموجودة في أربيل استطعنا أنه نصل إلى اتفاق بأنه يساعدنا في توفير التمويل لهذا المشروع وبدت في خمسة آلاف طفل يتيم لكنه حاليا اليوم وصل إلى عشرة آلاف وسبعمية واثين وعشرين والقسم الثاني من ضمن هذا المشروع وهذا الشيء المفرح جدا والرسالة الحقيقية لمؤسستنا هو عندما بدت المشروع الكردستاني في الحقيقة السيد مسرور بارزاني هو رئيس المؤسسين مؤسسة البرزاني الخيرية باشرت بأنه ويشد حال العمل الآن؟ بالتأكيد يشرف وأنه رئيس البورد المؤسسي مؤسسة البرزاني الخيرية عملنا مؤتمر أو دعوة لجميع أصحاب الأموال والمستثمرين واصحاب الأيدي الخيرة في كردستان وطبعا مع التسارع التي لاحظناها في المجتمع الكردستاني فالحقيقة مفرح جدا فرحنا كثيرا وكان غير حتى خارج التوقع فبدأنا حاليا نوصل هذا المشروع الكردستاني إلى 4457 طفل يتيم وهذا المشروع من 2012 هل غطى كل الشريحة هذه أم ما زال العمل يهدف إلى المزيد؟ لا بالتأكيد بالتأكيد نحن كمؤسسة وكل المنظمات المجتمع المدني هذا ليس بديل الحكومة لكننا نغطي النواقص والثغرات التي الحكومة لا يستطيع أن يصل إليها إلى كم تأثرت أعمال المؤسسة وصارت أصعب أو أكثر المهام فيها مع الوضع الحالي بين الحكومة العراقية أو حتى في أزمنة وحقب سابقة كلما كان هناك تباعد الحكومة العراقية تقطع الإمدادات التمويل المساعدة عن إقليم كردستان الحقوق الطبيعية مثلا هذه الحالة هل صعبت أو وضعت حالة معينة أمام عملكم؟ بالتأكيد نحن في الحقيقة لدينا مشاكل كثيرة ومشاكل جمة بعض المرات الإنسان يدمع لها يتدمع العيون لها لماذا؟ لأنه أنت تحس بأن وجود ناس يحتاجون إلى مساعدة إلى أن تقدم لهم الغذاء والأكل والشرب وتوجد هناك قوات غير نظامية أو تمنع وصول الدعم أو ما يسمى بحكومات لكنه تمنع من وصول هذه المساعدات إلى تلك المناطق الحدث هكذا معكم في عمل مؤسستكم اليومي؟ بالتأكيد حدثت معنا في عمليات في دعم للشنغال حدثت معنا عندما حاولنا أنساعد الناس في كرمنشا خلال الزلزال في إيران منعونا عملنا على جمعنا المساعدات التي كبيرة مساعدات كبيرة ستعنا من خلال المجتمع الكردستاني مثل حضرتك تعرف المجتمع الكردستاني مجتمع خير لمن تطلب منعتهم أنه أكو حادثة أو أكو مجموعة يحتاجون إلى مساعدة يعني لا تعرف من أين يأتيك من كل زقاق ومن كل هب ودب تأتيك المساعدات لم ينحن مساعدات كبيرة لكرمنشا لم نستطيع أن نوصل هذه المساعدات في بداية في عفرين في كوباني أيضا لاقينا كثير من هذه المشاكل وحاليا نحن نلاقي هذه المشاكل عندما نريد أن نوصل مساعدات إلى داخل الموصل وإلى داخل المناطق الساحل سهول نينو نعم سهول نينو وحاليا لدينا مشكلة كبيرة يعني منذ 16 أكتوبر ومن حد هذا اليوم موسط البرزاني الخيرية مثل ما تعرفون نحن لدينا خمس مكاتب مكتب لدينا في موصل في أربيل في دوهوك في سليمانية ودينا مكتب في كاركوك لكنه لم نستطيع أن نستأنف عملنا ومباشرتنا في كاركوك بسبب عدم تفاهم الحكومة مع هذا مع العلم نحن مقدمين لهم الرسالة الرسمية ونطلب منعتهم الإجابة وبدون الأمم المتحدة كان لها تقرير عن أوضاع مدينة كاركوك بعد 16 أكتوبر كان عندها إشارة إلى حقوق الإنسان هنا النازحون من كاركوك بعد 16 أكتوبر هل احتويتم بعضا من الاهتمام بهم وشملتموهم بالمساعدات الإنسانية؟ أنت حقيقة تفتح لي أبواب لربما ما ممكن نستها مع الأسف بعد 16 أكتوبر النازحين من هذه الأحداث المأساوية لأنه لمن تأتيك القساوة من عدو لربما تستقبلها لكن لمن تأتيك من ما يعتبره هو أخوك وشريك شريكك وأخوك في الوطن ويعاديك ويقصي عليك ويحرق بيوتك ويدمر أسواقك هذه كانت كارثة كبيرة كارثة إنسانية ونفسية حقيقة كل العوائل النازحة سواء كان في مناطق دوس خرمات وداقوك أو كاركوك لم تفتح لهم أي باب الباب الوحيد الذي يفتح أمامهم هو موسطة البرزان الخيرية في الحقيقة حتى اليوئين وحتى الحكومة العراقية لم تقبلوا تسجلهم كنازحين الهجرة والمهجرين العراقية كل الجهات كل الجهات حتى اليوئين كلهم لم يفتحوا لهم باب وكلهم منعوا أن يسجلهم كنازحين الباب الوحيد الذي كانت مفتوحة أمامهم هو باب موسطة البرزان الخيرية وفي حينها خلال أسبوع الأول نحن تم تسجيل ما يقارب إلى حوالي 13 ألف عائلة نازحة لكن طبعا هذا العدد بعد فترة تغير لكنه خلال الشهر الأول نحن وصلنا إلى عدد 13 ألف عائلة نازحة وبضغوطاتنا بصراحة بضغوطات موسطة البرزان الخيرية استطعنا أن نضغط على الحكومة العراقية ودارة الهجرة والمهجرين في شهر 11 شهر 11 ديسمبر 2017 يعني ورد تقريبا شهرين ونص يلا وافقوا على تسجيلهم شهر بدأوا تسجيل الأسماء كنازحين هذا نتيجة الضغوطات مؤخرا شهر 12 وراء الشهرين ونصف نعم عندي سؤال آخر الجهات اللي نقول حكومية وغير حكومية منعت إيصال المساعدات الإنسانية لكن هل مؤسسة بارزاني الخيرية اقتصرت في نشاطاتها ودعمها الإنساني على الكردستانيين أم اعتدنا أن يكون هناك عمل إنساني خارج نطاق الإقليم أيضا؟ بالتأكيد يا أستاذ العزيز أستاذ محمد أنا أريد هنا نشير إلى مؤسسة بارزاني الخيرية قبل الهلال الأحمر العراقي وصل إلى مدينة السماوة الناصرية أثناء الفيضان اللي صار في 2009 كانت فما أتذكر السنة بشكل دقيق لكنه نحن قبل كل حتى الحلال الأحمر العراقي نحن وصلنا إلى الموقع وساعدناهم نحن لا نفكر هذا بصرة أو زاخو لا فرق بالنسبة من مؤسستنا لأنه نحن عملنا إنساني ورسالتنا إنسانية ونابعة من الفكر البارزاني فنحن لا نفرق بين عربيين وكرديين وتركمانين وآشوري كل إنسان لدينا هو إنسان بغض النظر عن دينه أو قوميته يعني لو حصلوا أن طلب منكم دعم أو أحسستم بمساعدة لجنوب العراق لن تقتصروا وستمدون يد العون بالتأكيد نحن إذا تتكلم عن القومية فنحن بشهادة المحافظ نينوى هذا الشهادة محافظ نينوى في إحدى تصريحاتي يقول بأنه لو لا مؤسسة البرزاني الخيرية لمات أهلنا من الجوع هذا التصريح لمحافظ نينوى وأهل نينوى دمتم تعرفون محافظة نينوى أكثرية عربية ونحن لا لا من الفرق وهذا شهادة من محافظ نينوى نعم أستاذ ويسي هناك في الموصل التي هي نينوى أيضاً يعني سبعة آلاف أو ثمانية آلاف مصادر تقول أن لهم دعماً يصلهم من مؤسسة بارزاني الخيرية هذا الموضوع يعني هل مستمر الآن؟ هل أنتم باقون على هذا الدعم؟ ساذي محمد هذا نهجنا يعني ما طول نحن باقين على حياة ما طول نبض موجود في حياتنا في قلبنا نحن ماضون في عملنا الإنساني أنتم ماضون هل هناك تعمد من الجهات الإعلامية مثلاً للتضليل على المساعدات التي تقومون بها؟ نحن في الحقيقة لا يشعرون بها كذا شيء بالتأكيد موجودة بالتأكيد أكو من يريد أن يقلل من حجمك أكو من يريد أن يشوه سمعتك بأنه يدخل بعض المواقف السياسية ويتهمك في مواقف سياسية هذه كلها موجودة لكن نحن لا نهتم لهم ولا نجاوبهم في الحقيقة في كل الأماكن نحن لاحظنا بعض المرات حتى في أريد أشيرينا أثناء النزوح نحن عوائل تعرف عربية وأكراد وقسم منعتهم كانوا يسبون بيجمرقة وتعرف أننا كأكراد وبيجمرقة أقدس شيئا منه مع هذا نحن موظفين لم يجاوبوهم كانوا يقدموهم ماء في فترة صعبة جدا أيام الحرب على داعش الإرهابي موصل ما بعد التحرير وفي تلك الفترة هل كانت هناك مخاطر حقيقية عليكم قتل أثناء المعركة رصاص نيران صديقة أو عدوة باتجاهكم أستاذ محمد يا ليت في اليوم تأتي إلى قسم الإعلام في مؤسستنا وأراويك كيف كانت الطلقات تضرب سيارتنا ونحن نوزع الغذاء في داخل مدينة الموصل تحملتم هذه صور موجودة يعني موثوقة جيد نعم وكانت المساعدات في الحقيقة من دولة الكويت والقنصلية باختصار شديد نعم دور دولي أيضا ما هو الدور الأسهم الأبرز الذي كان معكم ومساندا لكم أنت ذكرت لي الهلال الأحمر الصليب نعم في الحقيقة المنظمات المجتمع الدولي تعرفهم سياقاتهم الخاصة أتهم برامجهم الخاصة لكنه نحن في الحقيقة يوجد بعض المنظمات متعاونين معها مثلا في اليونسيف في مجال التربية والتعليم نحن حاليا لدينا مشاريع كبيرة في هذا المجال وسنويا نحن نوزع الحقب الدراسية لأكثر من خمسين ألف طالب في كردستان نوزعها بتعاون مع دول السعودية الكويت الإمارات هل هناك تعاون مع هذه الهلالتين؟ في الإمارات لدينا في الحقيقة بهذا الجانب لكنه في كويت أيضا لدينا هذا المجال وكردستانين هل من توأمة مع منظمات شبيهة لها مثلا زايد الخيرية أو غيرها أو غيرها مثلا؟ هل من أفكار مستقبلية لهكذا عمل؟ نحن لدينا تطلعات أنه نعمل في مجال الإنساني والفكر الإنساني الكردستاني أن نطلقها إلى كل العالم لأن هذا الفكر الموجود هذا الرؤية أو الوجه الآخر للكردي المفروض الناس يداركوها ويعرفوها ويطلعون عليها يحسب لكم أنكم أوصلتم الدعم الإنساني إلى صربيا إلى الموصل إلى مناطق ساخنة ودتم أن تصل إلى كرمانشان حيث الزلزال شكرا جزيلا ويس محمد العضو في الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزانيا الخيرية كنت ضيفا كريما معنا شكرا جزيلا أشكرك أستاذ محمد وأشكر مشاهديك الكرام شكرا تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد أن لقي انتقادات لهذه عام من الداخل الإيراني تراجع عن تصريحاته السابقة والتي أغضبت الإيرانيين والتي كان قد أعرب من خلالها عن التزام العراقي بالعقوبات الأمريكية ضد طهران المزيد في هذا التقرير بعد موجة تصريحات غاضبة من المسؤولين الإيرانيين تجاه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والتي وصلت إلى حد وصف فيها ممثل خمنائي العراق بأنها دليل على انهزامه النفسي تجاه أمريكا تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تصريحاته السابقة التي أغضبت إيران والتي كان قد أعرب خلالها عن التزام العراق بالعقوبات الأمريكية ضد طهران الأمر الذي أوجب على العبادي أن يغير من موقفه السابق إذ عاد ليقول خلال مؤتمره الأسبوعي إن موقفنا ثابت برفض الاعتداء على دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية وأن التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية وأضاف أنا لم أقل أنني ألتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران بل قلت إننا نلتزم بمسألة تحويل الدولار وأشر لأنه ليس من حق دولة فرض حصارا اقتصادي على الآخرين لمجرد أنها كبيرة نافيا بذلك ما أعلنه يوم الأربعاء عندما أعلن التزام حكومته بالعقوبات الأمريكية وذلك حرصا منه على أن تتعرض مصالح العراقيين للخطر هذا ويرى المراقبون السياسيون أن تغيير خطاب العباد هذا جاء نتيجة لموجة التصريحات الغضبة الإيرانية ضده الأمر الذي يشير إلى ضعف في شخصيته وهو الأمر الذي يفقد العباد أهم شروط المرجعية الواجبة توفرها في شخص رئيس الوزراء القادم وهو أن يكون شخصا قويا كما أن هذا الأمر طرح تساؤلا آخر وهو هل سيغير العباد تصريحه الأخير هذا لو تعرض إلى انتقاد أمريكي وترأس حيدر العبادي الأحد اجتماعا للمجلس الوزري للأمن الوطني حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين العراق وإيران والمصالح الكبيرة التي تربطهما وأهمية الحفاظ عليها ورفض المجلس التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيسة لموقف العراق الرسمي الذي أدان سياسة تجويع الشعوب والذي عبر عنه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حسب بيان لمكتبه وأكد المجلس على همية الحفاظ على العلاقات المميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد مقربون من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مطالب المحتجين العراقيين في الجنوب والوسط هي أولويات زيارة الأخير إلى أنقرة حيث يتوقع بحسب الملفات إطلاقات مائية ودعما في سياق الكهرباء وكذلك فتح أبواب للاستثمار في العراق لدعم تلك المطالب العراقية في الجنوب المزيد في التقرير على الرغم من أنها حكومة تصريف أعمال إلا أن رئيس الحكومة وبسبب الظروف الصعبة والاحتجاجات سيمنح نفسه المزيد من الصلاحيات لعقد الاتفاقات مع تركيا في الزيارة التي بدأها اليوم الاتفاقات المزمة وعقدها مع تركيا ستتم بغياب مجلس النواب حيث لا يجيز الدستور لحكومة تصريف الأعمال عقد الاتفاقات الخارجية والصفقات التجارية كأنها تحتاج مصادقة البرلمان مقربون من العباد أكدوا أن الملفات التي حملها معه في يداتها الملفات التي طرحها وفود التفاوض في المدن التي تشهد احتجاجات ويؤكد إحسان الشماري المستشار في مكتب العبادية أن ملفات الإطلاقات المائية وزيادة الحصة المائية ستكون في الصدارة الزيارة التي جاءت في وقت تعيش فيه تركيا وضعا اقتصاديا صعبا وانهيارا في قيمة الليرة ستعمل على استقطاب الشركات التركية الاستثمارية لخلق فرص عمل المتزايدة أمام الشباب العراقية وكذلك تدعيم المؤسسات الصحية العراقية بالخبرات التركية فضلا عن الاتفاق في مجال الطاقة الكهربائية ورفع مستوى التبادل التجاري بحسب بيان للشماري ويرى مراقبون أن الخلصة السانحة لرئيس الوزراء لتحقيق مكتسبات جيدة على المدى القريب والمتوسط خاصة وأن تركيا تعاني اختناقات اقتصادية بفعل أزمتها مع أمريكا وتراكم الديون عليها ما يجعلها بحاجة ماسة إلى شركاء يسدون الفراغ الذي تركه رفع حليفتها العتدة أمريكا يدها عن دعمها اقتصاديا كما كان الحال قبل أزمة القسل الأمريكي أندرو برونسون نقلت الحكومة المركزية صلاحية ثماني وزارات إلى الحكومة المحلية بنينوى وذلك في قرار وصف من قبل المقربين بالإيجابي وأولئك كانوا مراقبين يلحظون الوضع بين المركز والموصل خلاصا من الروتين بين الدوائر في نينوى والحكومة العراقية في بغداد محمد طلال والمزيد صلاحيات الحكومة المحلية في نينوى التسعت فهي اليوم تتخذ القرارات الداخلية وتناقشها وتقرها دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد في أمر بدأ متأخرا عن باقي المحافظات التي سبقت نينوى عندما كانت محتلة من قبل داعش لأول مرة في تاريخ نينوى بنقل الصلاحيات من المركزية وجعلها إلى الصلاحيات اللامركزية يعني يكون حكومة نينوى المحلية هي المعنية بكل ما يدور بالدوائر المعنية بنقل الصلاحيات بدل من المراجع إلى الوزارات في بغداد سوف يكون محصورة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة الكتب الرسمية والمطالبات والمخاطبات التي كانت ترسل سابقا إلى بغداد لاستحصال الموافقات ستصبح بعد هذا القرار من الماضي في خطوة وصفها مسؤولون بالإيجابية والتاريخية وستسهم في بتر الروتين الذي كان يقبض بأذرعه على إنسيابية العمل نقل الصلاحيات استندت على قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 وتعديلاتها التعديل الثالث الأخير الذي حصل يوم بإشارة الثالث الماضي لقانون 45 واليوم حصلت الموافقة على نقل صلاحيات خمس وزارات الرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والزراعة مدراء الدوائر وخلال اجتماع الحكومة المحلية بهم قالوا أن هكذا قرارات لا نعلم إلى حد اللحظة إن كانت ستغير من واقع الحال أم سيبقى كل شيء على ما هو عليه الآن نتأمل أن تتحسن الميزانية التشغيلية في دوائرنا وخاصة بأن دائرتنا تعتبر من الميزانية لا تمتلك ميزانية تشغيلية نهائيا بعد مخاضن عسير دوت صرخة قانون نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية في بغداد إلى نينوة فهل سيتغير واقع الحال في مدينة أصبحت تحتاج إلى أبسط التشريعات محمد طلال زاقروز تيفي الموصل ونبقى في الموصل إذ قال نائب مدير عامي جنسية نينوة وكذلك الأحوال المدنية أحسن علي قال في تصريح لقناة زاقروز إن المديرية بنينوة تعمل لاستيعاب الزخم الحاصل نتيجة احتلال داعش لمدينة الموصل ونينوة عن طريق فتح شعب وأقسام جانبي مدينة الموصل مديرية أحوال المدنية وجوازات إقامة نينوة مستمرة بتقديم خدماتنا المواطنين من خلال دارة أحوال المدنية في جميع الأقضاء والنواحي وشهادة الجنسية العراقية في ساحل الأيمن والأيسر ومكتب جوازات نينوة ومكتب معلومات نينوة الحقيقة كان هناك زخم لقلة الكادر وكان هناك تأخير في بعض المعاملات ولكن الحمد لله بعد التحاق الكادر وتعزيز خوادرنا من العسكرين ومدنيين تم افتتاح 20 شعبة في الساحل الأيمن و10 شعب منافذ في الساحل الأيسر وتم افتتاح مكتب شهادة الجنسية العراقية في الساحل الأيمن ومكتب شهادة الجنسية العراقية في ساحل نينوة ومكتب آخر في ناحية زمارة ربيعة ومكتب في الشيخان لتسهيل أمور المواطنين فيما يخص جوازات تواجه المنظمات الخيرية عائقا كبيرا في الوصول إلى شنغال ليصال المساعدات الإنسانية مع وجود ظروف إنسانية سيئة يعيشها أبناء القضاء لكثرة الحواجز التي تضاعها الفصائل التابعة للحجد الشعبي المساعدات لا تصل إلى شنغال حاولنا عن طريق القنوات الرسمية في بغداد وعن طريق وزارة الخارجية جربنا كل الطرق والوسائل فرقنا الطبية جاهزة لكنهم يجدون صعوبة في الوصول إلى شنغال قمنا بتجهيز كمية من الأدوية بغية إرسالها مع فرقنا إلى شنغال نريد تقديمها للناس في شنغال إما عن طريق فرقنا الطبية أو عن طريق المراكز الصحية الموجودة في شنغال نريد توزيعها في شنغال وفي المناطق المحيطة بها لكن للأسف لم نعطى المجال لإيصالها أنت تعلم عندما يكون الوضع الأمني سيئا لا يمكن لفرقنا أن تواصل عملها الوضع الأمني في شنغال يشكل عائقا كبيرا لنا وفي المنظمة في المنظمة في المنظمة يبدو أن المسؤولين الإيرانيين انزعجوا من موقف رئيس الحكومة العراقية حيدر الإعبادي تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما دفعهم لفتح الدفاتر القديمة الحرب العراقية الإيرانية طبعا وذلك عبر مطالبة العراقيين بدفع التعويضات لطهران تعويضات وإن كان الهدف منها الضغط على العراق لكن موقف بعض الأحزاب العراقية كان مؤيدا لطهران ذلك أثار غضب الرأي العام العراقي أحمد فيلي من العاصمة العراقية بغداد والمزيد التصريحات الإيرانية التي طالبت العراق بدفع نحو 110 مليارات دولار كتعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية والتي صادرت كردة فعل إيرانية على موقف رئيس الحكومة حيدر الإعبادي من العقوبات الأمريكية على طهران لم تستفز العراقيين مثل ما استفزت بعض الأصوات السياسية المؤيدة لهذه المطالبات الرأي العام العراقي بات يشكك في ولاء بعض الأحزاب السياسية التي لا تهتم لمصلحة العراق بقدر مصالح الدول الأخرى المرتبطة معها الطامة الكبرى والمصيبة العظمى عندما تشاهد مسؤول عراقي رفيع المستوى على مستوى برلمان على مستوى جماهلي ويقول نعطي تعويضات لإيران نحن نعم ضد تجويع شعوب مع إيران ولكن أنت عندما تتحدث بهكذا كلام ما هي قوميتك؟ ما هي جنسيتك؟ عتبنا على السياسة العراقية والأغلبية حقيقهم من حملة الثنايات الجنسية هذا لا يطالبون بحقوق الحكومة الإيرانية فهذا معيبة عليه ومعيبة على شخصيته ومعيبة على الكتلة السياسية اللي يمثله في موزة ذلك استغربت بعض القوى السياسية المناوئة لإيران من تلك التصريحات رغم أن العراق ينأى بنفسه أن يكون جزءا من سياسة تجويع الشعوب مع توجيه انتقادات لبعض الأحزاب التي تميل لمصالح الدول الأخرى على حساب السيادة العراقية هذا كلام هو استفزازي لا يموت بصلة في الواقع ولا هو سبب العراق في فرض العقوبات على إيران وغير إيران العراق لن يسمح لنفسه بأن يكون هو مدعاة في أذية أي جار إن كان إيران أو غير إيران هذه الجهات لن نسمح لها بأنه تتمادى على سيادة العراق سيادة العراق فوق كل شيء سيادة العراق هي أهم من مصلحة هذه الدول وبحسب المعطيات فإن إيران تحاول من خلال فتح دفاتر الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لنحو ثماني سنوات الضغط على الحكومة العراقية لدفعها إلى عدم التفاعل مع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران خصوصا أن هذه التعويضات المثيرة للجدل لم تستند إلى قرارات دولية وأممية تلزم العراق بدفعها كما حصل في ملف تعويضات الكويت من بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي أزاحت العاصمة النمساوية فيينا وللمرة الأولى مالبورن الأسترالية من صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش وذلك الذي وضعته وحدة إيكونوميست أنجليكنس ليعزز بذلك الدعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة في العالم يمكنك العيش فيها المزيد في التقرير جمعية ميرسير المتخصصة في شؤون دراسات عن نوعية المعيشة في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم تجري كل عام مجموعة من التحقيقات والدراسات تهدف إلى إنشاء أفضل مكان للعيش في العالم وعلى مدى السنوات التسعة عشر الماضية قامت الجمعية بالمسح السنوي في المدن الكبرى في العالم ودراسات استقصائية عن نوع المعيشة وجودتها من حيث النظر في عوامل عدة مثل الأمان والبنية التحتية وخدمات النقل والكهرباء وجودة مياه الشرب ومعيشة المختربين وطوال سبع سنوات الماضية جاءت مدينة مولبرون الأسترالية على رأس قائمة أفضل مدن العيش في العالم في منافسة شديدة مع مدينة فيينا النمساوية وفي آخر مسح سنوي للمدن أجرتها مجموعة ميرسير ووحدة إيكونوميست انتليجنس لعام 2018 تصدرت فيينا لائحة المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم بمجموع بلغ 97.5 من 100 على القائمة السنوية التي تقيم الاستقرار وساعد تراجع التهديد بشن هجمات إرهابية في أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول وجاءت مدينة مولبرون الأسترالية في المرتبة الثانية وأوسكا اليابانية في المرتبة الثالثة أما في الطرف الآخر للتصنيف الدولي جاءت دمشق في المرتبة الأخيرة من حيث الخدمات والاقتصاد ومعدل الجريمة والعيش الكريم للمواطن أما العاصمة العراقية بغداد صنفت ضمن أخطر مدن العالم للعيش ولم تشملها التصنيف العالمي للمدن الأكثر رفاهية وبذلك تتذيل بغداد قوائم المدن الأكثر رفاهية والعيش الكريم للعام العاشر على التوالي رغم الميزانيات الخيالية التي تعلنها الدولة والتي فاقت منذ عام 2003 تسعمائة وثمانية عشر مليار دولار بحسب مستشار الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح وتقدمت العاصمة اليمنية صنعاء مركزين عن بغداد بحين تقدمت دماج ستة مراكز عن العاصمة العراقية في آخر تقرير للجمعية قال مدير حقل مجنون النفطي في مدينة البصرة العراقية جنوبا حسن حسن بتصريح خاص به قناتنا زاكروز تيفي قال خلال مؤتمر صحفي أنه تم إبرام عقد لتطوير حقل مجنون النفطي مع شركة بيتروفاك البريطانية وأكد أن هناك خطة لتطوير الحقل وستكون الأفضل خلال الحقب القليلة القادمة عون الله تعالى تم اليوم توقيع عقد إنشاء المحطة الثانية في حقل مجنون بطاقة 200 ألف برميل باليوم مع شركة بيتروفاك مدة العقد 34 شهر المشروع ضمن مرحلة تطوير حقل مجنون النفطي المرحلة الثانية للصعود بالطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل خلال ثلاث سنوات الإنتاج الحالي من حقل مجنون بحدود 230 ألف برميل باليوم أيضا هناك مشاريع مساندة لهذا المشروع وهي مشاريع حفل الآبار 80 بير إضافة إلى مشاريع إنشاء 80-15 منصة حفر كذلك إنشاء محطة متكاملة لمعالجة واستثمار الغاز الحامضي وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بواقع 50 ميجاوات ساعة وإلى تركيا حيث خسرت الليرة التركية أكثر من 40% من إجمالي قيمتها وذلك خلال 40 يوما فقط ومنذ فرض الحصار الاقتصادي الأمريكي ضد أنقرة على خلفية أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون وتصدرت هذه الأزمة كل العناوين في الصحف التركية التقرير فيه المزيد كانت الأخبار عن الانهيار المتزايد لالليرة التركية الأكثر قراءة بحسب مواقع الصحف الناطقات بالعربية صحيفة العرب كتبت تقول إن قطر قلقة على أردوغان حليفها الأخير وتسألت كم مليار يمكن أن تضخها الدوحة لإنقاذ تركيا من ديون تبلغ 300 مليار دولار وتمضي الصحيفة التي تصدر من لندن بالقول تحاول قطر أن تبدي تعاطفها مع تركيا في مواجهة العقوبات الأمريكية المشددة عليها لكن ذلك قد لا يتجاوز مجرد تغريدة على تويتر كالتي كتبها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الثاني أو بيان المكتب الحكومي القطري ولفت متابعون خليجيون إلى إن قطر تعرف جيدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بأكثر من تسجيل تعاطف كلاميا مع أنقرة أما شرق الأوسط فقد نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان اتهمه حليفتها في حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تآمر ضد بلاده وكان سببا في تدهور الليرة التركية وقال أردوغان مخاطبا للأمريكيين من جهة أنتم معنا في حلف شمال الأطلسي الناتو ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الستراتيجي في الظهر فهل هذا مقبول؟ صحيفة زمان جازية التركية نقلت بدورها عن البروفيسور جوركان كومبار أوغلو قولة إن نزيف الليرة التركية المستمر على خلفية المشاكل في العلاقات بين واشنطن وأنقرة بسبب أزمة القصة الأمريكي أندرو برونسون ينعكس على سوق الطاقة التركي وأشار أوغلو لأنه في 45 يوما الأخيرة فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مما انعكس بمعدل 40% زيادة على فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج إلى تركيا أما صحيفة الحياة فقد نشرت تقريرا مطولا ذكرت فيه أن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقا في حق 350 رائد أنترنت يشتبه في أنهم تناقلوا تعليقات تنطوي على استفزاز حول تراجع ليرة تركية بهدف إضعافها والمس بالاقتصاد وأشارت إلى أنها ستتخذ تدابير قانونية ضدهم ومن الاقتصادية التركية إلى صناعة السياحة في إقليم كردستان إذ أعلن مولوي جبار رئيس وهيئة السياحة في إقليم كردستان في تصريح لزاقروس تيفي ومن خلال اجتماع له مع مدراء دوائر السياحة في إقليم كردستان عقد بقضاء زاخو تحدث عن خطة جديدة لتطوير مصيف شرانش بزاخو ومناطق أثارية أخرى هم في كردستان اجتماع اليوم اجتماع دوري خص تنظيم الأمور الإدارية والمشاريع الخاصة بالسياحة في مدن الأقليم كلها وهذه الاجتماعات دوريا عقدة في المدن الأقليم المختلفة واليوم حضرنا إلى زاخو من أجل مناقشة العديد من الأمور تخص المدينة بالذات خاصة في مجال دعم الاستثمار السياحي وزرنا فعلا البارحة عدد من المواقع السياحية وكذلك ناقشنا موضوع الآثار مع مدير آثار زاخو من أجل تفعيل الجانب الآثاري والاستفادة من المواقع الآثارية في تنمية القطع السياحي في المنطقة وبالنسبة لعموم العمل حقيقة اليوم سنناقش التحضيرات النهائية للعيد المدن الأقليم كيف ستكون خلال أيام العيد نتوقع قدوم أعداد كبيرة من السواح وإن شاء الله وأنا بارحة واليوم هم شاهدت حقيقة عداد كبيرة من السواح قادمين إلى مدينة الزاخو وهذا كان شيء مفرح بالنسبة لنا إذن شاهد أن هذه الأعداد الكبيرة من السواح تأتي إلى هذا المدينة لكن نحتاج إلى عمل أكثر نحتاج إلى تفعيل جانب عديدة أخرى من أجل دعم هذا القطع في المدينة وإن شاء الله سوف يكون لنا عمل جيد خلال أيام العيد زيوى قرية قديمة باتت خالية اليوم من سكانها شهدت أبنيتها بطريقة تقليدية قبل مئات السنوات كانت أما للثورات والنضال الكردي في بعض الفترات اليوم باتت أطلالا ريبر عبدالغفار وهذا التقرير قرية قديمة خالية ومهجورة شهدت أبنيتها من الطين والأخشاب والأحجار قبل مئات السنوات حسب المصادر التاريخية تعود تاريخ قريتنا إلى ثلاث مئات ما قبل المئات حسب التاريخ الواردة إلينا بالنسبة إلى اسم هذه القرية قال مام هجار موكرياني في قاموسه هنبان بورينا زيوى يأتي بمعاني عديدة منها الحسان منها الشيخ منها مكان الزوار كان مسجد هذه القرية منبعا صافيا ينهل أئمة العلم وطلاب المعرفة من معينه هذا المكان تخرج جل عظيم وكثير من هذه البقعة المباركة لصنع فكرة جديدة مسالمة دينية فكرة وطنية وبسبب موقعها الجغرافي الملائم اتخذت قوات بشمرقة من قرية زيوى ملجأا وملاذا آمنا في زمن الثورات الكردستانية هذه القرية وأهاليها لهم دور أساسي في الثورات الكردية ومأوى ومسكن للبيشمرقة والثورات الكردية هذه القرية واحدة من آلاف القرى الكردستانية التي خلت من سكانها بعدما تعرضت للتدمير والتهجير والحرق على يد أزلام النظام البعثي البائد في زمن الطاغية صدام حسين هذه القرية كسائر قرى بلادنا الحبيب كردستان تعرضت للتدمير والخراب والترحيل والتهجير في عام 1974 هجروا ناس من منطقة ورحلوا إلى إيران ومن إيران مرة أخرى إلى جنوب عراق في عام 1975 وفي عام 1977 مرة أخرى عادوا إلى مناطقهم وبنوا قرية جديدة باسم برزيوة تقع قرية زيوة في منطقة وعرة تحت سلسلة صفح جبل زوسك على بعد 115 كيلومترا شمال شرقي العاصمة أربيل ريب العبد الغفار زاكروس تيفي سورا مغرن جدا جبل زوسك لزيارته مشاهدينا إلى العناوين الأخير دعما لقوات بيشمرقة كردستان ودورها البارز في ضرب الإرهاب واشنطن تخصص 290 مليون دولار أمريكي لها ومؤسسة بارزاني الخيرية توزع ثمانية ملايين دولار على الأطفال اليتامة العبادي نحن ملتزمون في بغداد بعدم التعامل بالدولار وليس بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران الحكومة المركزية تنقل الصلاحيات في بعض الوزرات إلى حكومة نينوى المحلي المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في فرانكفورت تقول الحجد الشعبي يعرقل دخول المنظمات الخيرية إلى شنغال تابعونا على زاكروس نيوز دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة